اهلا بكم مشاهدين بالحلقة الثانية من راشيتا اليوم موضوعنا عن القلب ما هي عضلة القلب وكيف نحميها وايضا سنشرح مفصلا عن تصلب الشرايين والذي يعتبر المرض الاكثر شيوعا بنسبة 70% من امراض القلب في الشرق الاوسط التدخين ممارسة الرياضة النظام الغذائي الصحي النوم الجيد تأثير كل ما سبق ايجابا او سلبا على عضلة القلب ابقوا معنا لا نحكي اكتر عن عمل عضلة القلب وكيف ممكن نحمي قلبنا نصدف الدكتور عامر شيخوني استشاري جراحة القلب والصدر ومدير موقع صحتك للثقافة الصحية العامة اهلا دكتور اهلا بكم اهلا بداية خلينا نشرح عمل عضلة القلب بشكل عام بشكل مختصر ايضا لو سماحت وحتى نوضح هذا الكلام للمشاهدين جميل القلب هو عضو نبيل مهم جدا في الجسم يوجد في الصدر وهو عضلة وظيفتها الاساسية ان تضخ الدم في الدورة الدموية ولكي يصل الغذاء والاكسجين الى كل خلية من خلايا كافة اعضاء الجسم وفي القلب اربع تجاويف اتنين على اليمين واثنين على اليسار يأتي الدم الازرق الفقير بالاكسجين نقول له ازرق بس هو بالحقيقة ارجواني او احمر داكن الى القلب الايمن ويدخل الى البطين الايمن الذي يضخه الى الرئتين في الرئتين يكتسب الدم الاكسجين ويعود الى القلب احمر فاقع اللون الدم الاحمر الذي نعرفه ثم يدخل الى الاذين اليسرى في البطين الايسر الذي يضخ الدم عبر الابهر الى كافة انحاء الجسم ويوصل هذا الدم الغني بالاكسجين والغذاء الى جميع اعضاء الجسم وجميع خلايا الجسم تستهلك هذا الاكسجين ويعود الدم في دورته الى البطين الايمن ازرق او احمر قاني ولذلك القلب نسميه عضو نبيل لانه مهم لحياة الانسان وهو يتألف من عضلة كمضخة وهذه المضخة تحتاج الى تروية دموية فله شرايين تسمى الشرايين التاجية او الشرايين الاكليلية وهناك في القلب اربع صمامات مهمة او دسامات مهمة وظيفتها توجيه حركة الدم في القلب بحيث ان تكون في اتجاه واحد الصمام زي مثل البوابة تم فتح فيمر الدم ثم تغلق فلا يعود الدم بالطريق المعاكس فإذا اربع صمامات مهمتها ان يسير الدم باتجاه واحد كما قلت دكتور يعني القلب واي من هذه العضو النبيل كما وصفته وهو من اهم اعضاء الجسم خلينا نشرح شوي بعض الامراض التي تصيب القلب وهي الاكثر شيوعا في الشرق الاوسط المرض الاكثر شيوعا في الشرق الاوسط وفي العالم بشكل عام هو مرض شرايين القلب الشرايين التاجية او الاكليلية التي تغذي عضلة القلب بالدم تصاب بمرض يسمى تصلب الشرايين وهو يصيب اي جزء من اجزاء الجسم لكن عندما يصيب القلب يسبب تضيق في شرايين القلب وهذا التضيق يؤدي الى نقص وصول الدم الى عضلة القلب فيحصل فيها زي كرامب يعني ألم ويسمى الذبحة الصدرية واذا نسد هذا الشريان او احد هذه الشرايين الاكليلية او التاجية يحصل تموت في جزء من عضلة القلب وهذا ما يسمى بالازمة القلبية او الذبحة القلبية او الاحتشاء وطبعا هذا امر اكثر خطورة الاجزاء الاخرى من القلب قد تصاب ايضا بالمرض يعني مثل الصمامات كما نعلم قد تصاب بالبوابات قد لا تفتح جيدا او لا تغلق جيدا او ايضا قد يصاب القلب بامراض قلب ولادية فتحدث السقوب في القلب وما اليه ولكن اكثر الامراض شيوعا في بلادنا هي امراض شرايين القلب او تصلب شرايين القلب الذي يؤدي الى تضيق او انسداد لماذا هذا الانتشار دكتور لمرض تصلب الشرايين ما الاسباب وكيف يمكن تشخيص المرض اوه اسباب المرض طبعا تصلب شرايين القلب عديدة منها اسباب وراثية يعني جينية نولد بها ومنها اسباب مكتسبة اهمها التدخين وطبعا امراض اخرى تؤثر مثل السكري ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الكوليسترول نوعية الحياة نوعية الغذاء يعني الحياة الكسولة الكرسي الكرسي من اهم اسباب الاصابة بتصلب شرايين القلب قلة الحركة قلة الرياضة قلة المشي وايضا تناول الغذاء الدسم خاصة الدهون الحيوانية الغنية بالكوليسترول وما اليه عند الناس الذين لديهم استعداد لهذا المرض طبعا هذا النوع من الغذاء وهذا النوع من النمط من الحياة الكسولة البطيئة الجلوس على الكرسي او الاستلقاء وعدم الرياضة هذه كلها مع السكري وارتفاع الضغط والتدخين كل هذه عوامل تؤدي الى حدود التصلب اهم سبب هو الاستعداد الوراثي في حالة اتباع اي شخص نظام غذائي صحي وقام باجراء مثلا رياضة يومية واتبع نمط حياة صحي كامل هل يمكن ان يقي نفسه من هذا المرض حتى لو كان عنده وراثة طبعا هذا يساعد يساعد دون شك اذا عرف ان لديه في الاسرة مثلا هناك قصة عائلية لاب ام اخ عم عمي اصيبوا بهذا المرض في سن صغيرة تحت الخمسين مثلا او خمسة وخمسين فهذا يدل او يشير الى احتمال وجود استعداد وراسي فطبعا ليجب ان يأخذ الانسان احتياطات اكثر فلا يدخن ويأخذ الغذاء الصحي الجيد قليل الدهون الغني بالفواكه والخضار ويمارس حياة فيها رياضة المشي يوميا لمدة نصف ساعة لا اكثر كافية لكي يعطي جسمه الحماية والوقاية من حدوث تصلب شغير دكتور في نقطتين مهمتين ومكررات كثير على الانترنت بشكل عام الفيتامينات وتأثيرها على تصلب الشرايين وخاصة فيتامين دال وايضا هناك موضوع اخر ارتفاع نسبة الحديد في الدم فما علاقته علاقة الحديد وفيتامين دال بتصلب الشرايين علاقة فيتامين دال فيها يعني اخذ ورد بعض الدراسات تظهر ان الاشخاص الذين لديهم انخفاض شديد في الفيتامين دال هناك ترافق احصائي ان لديهم نسبة اعلى من حدوث تصلب شرايين القلب ولكن ليست بالضرورة هي علاقة سببية بمعنى انه اذا اخذنا فيتامين دال لا يحدث تصلب شرايين القلب هذا لم يثبت في دراسات علمية مؤكدة هي علاقة احصائية علاقة ملاحظة احصائية اما بالنسبة للحديد زيادة الحديد في الدم طبعا هذه حالة يعني وراثية نادرة تسمى الهيمو كروماتوسيز وهي زيادة الحديد في الدم نعم تزيد من احتمال حدوث تصلب الشرايين قليلا ولكن هذه حالة نادرة جدا يعني ابقى معنا دكتور سوف نعود اليك وايضا مشاهدين نتابع هذا الانفوغراف حول اهم ما يؤثر على صحة القلب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يمكن علاج هذا المرض بشكل دائم أم يبقى كمرض مزمن ويجب أخذ الدواء بشكل مستمر؟ باختصار بشكل مستمر لأن هذا المرض تصلب شرايين القلب هو مثل الداء السكري وارتفاع ضغط الدم هو من الأمراض التي نسميها الأمراض الداخلية يعني هي موجودة من داخل جسم الإنسان تختلف مثلا عن الأمراض التي الطارئة الحادثة الخارجية التي تدخل إلى جسم الإنسان مثل مثلا التفؤيد المريض مثلا تدخل جرسومة التفؤيد إلى جسم الإنسان فهي أمرض بالتفؤيد نعالج المريض بالمضادات الحيوية وميليه نقضي على جرسومة التفؤيد يشفى الإنسان أما الأمراض الداخلية مثل السكري أو ارتفاع الضغط أو تصلب شرايين القلب فهي من الأمراض الداخلية يعني هي نوع من التفاعل الداخلي الموجود مع جسم الإنسان بين الدم والشرايين والجسم ككل بحيث يتشكل ترسبات داخل شرايين القلب فتحدث فيها تضيقات وإنسدادات وهذا تعالجه طبعا ولكن إذا تعالج مثلا بالأدوية إذا وقفت العلاج الدوائي تستمر الترسبات في التراكم وينكس المرض حتى عندما يجري المريض مثلا علاج بالتوسيع بالبالون ووضع الدعامات أو الشبكة يحدث تحسن يفتح الشريان المتضيق أو المزدود ويزداد تدفق الدم إلى عضلة القلب فيتحسن المريض ولكن إذا عاد إلى التدخين وعاد إلى الغذاء غير الصحيح وعاد إلى عدم ممارسة الرياضة وما إليه ولم ينضبط السكر والكوليسترول والضغط فطبعا كيميائية الدم ما زالت موجودة فتعود الترسبات إما في نفس مكان التضيق السابق أو في شرائين قلب أخرى أو في شرائين من الجسم أخرى فإذا يجب الاستمرار بالعلاج ونظر هذه نقطة مهمة أن خطوات العلاج سواء تسطرة القلب أو التوسيع بالبالون ووضع الدعامات أو حتى العملية الجراحية وعمل مجازات إكليلية لتجاوز أماكن الإنسدادات والتضيقات كلها هذه خطوات على الطريق تحسن المريض تحسن الأعراض تزيد من جودة أداء القلب وحسن أداء القلب المريض بيصير أحسن ولكن لا يعني أن المرض قد ذال وإنما هي خطوة على الطريق ويجب أن يقوم كما يقوم الطبيب بدوره يجب على المريض أن يقوم بدوره ويتتضافر جهود الطبيب والمريض للتغلب على المرض جميل فالمرض موجود دائما ولذلك الجهود مستمرة بالنسبة للجلطة الدماغية دكتور وما علاقتها بتصلب الشرائين؟ تصلب الشرائين الدماغ يؤدي إلى جلطة في الدماغ مثلما تصلب شرائين القلب يؤدي إلى جلطة في القلب وليس تصلب الشرائين هو مرض عام يمكن أن يصيب أي شريان في الجسم وليس فقط القلب أو الدماغ يصاب أيضا في شرائين الرقبة في شرائين الطرفين السفليين فيؤدي إلى العرج المتقطع وإلى انسدادات وغرغرينة أحيانا ولكن هو المرض واحد هو تصلب الشرائين فإذا أصاب عند بعض الناس شرائين القلب تظهر أعراض تصلب شرائين القلب الذبحة الصدرية والأزمة القلبية وإذا أصاب شرائين الدماغ أو شرائين الرقبة تظهر أعراض الجلطة الدماغية وإذا أصاب شرائين الطرفين السفليين تظهر أعراض ألام العضلات في الطرفين السفليين مع الجهد أو الغرغرينة إذا سد الشرائع فالمرض كيميائيا مرضيا واحد ولا الأعراض مختلفة بحسب أي عضو من أعضاء الجسم وصيب بهذا المرض أكثر من أعراضي التي تؤثر على تصلب الشرائين وتساهم بتصلب الشرائين أعامل واحد التدخين التدخين نعم أفقى معنا أيضا الدكتور ومشاهدين فاصل ونعم أهلا بكم مشاهدين من جديد سألنا بعض المشاهدين عن تأثير العادات اليومية على صحة القلب إيجاباً وسلباً نشاهد سوياً استطلع الرأي ونعود أهلا بالعادات اليومية بتكون سلبيات أنه بتوقع أنه مثلاً السهر الضغط النفسي أهلت مثلاً قلت النوم أو مثلاً الغزاء أنه واحد ما ينظم الغزاء إيجابياتها بتكون بحس أنه واحد يخصص يوم له مثلاً رياحة نفسية أو يوم أحد أو بيوم العطلة يعني والرياضة يعني هي بتوقعها طبعاً السهر والتعب النفسي طبعاً يعني بيأثر على صحة القلب وبيأثر على الجسم كلاته وفي يعني العادات الي جاء به الواحد لازم يكون يلعب رياضة يفرغ عن نفسه عن طاقته بيرتاح يعني هيك في عندك مثلاً الأهوي ممكن كترة بتخلي البني آدم نوعاً ما متوتر أعصاب والدخان بشكل عام أنواع الطعام الواحد لازم مثلاً يأكل شي منيح مع شوية رياضة يعني مشي إذا ما بديل عبر رياضة مشي عادي الواحد يمشيه كل يوم نص ساعة مثلاً تقريباً سنتين فلاقيت فرق كبير كبير يعني منيح يعني النوم ارتاح كتير بالنومي النفس يعني الواحد صار فيه نفس نظيف دكتور ورد باستطلاع الرأي لليوم بعض العادات اليومية التي تؤثر على صحة القلب سلباً وإجاباً وتكرر ذكر السهر وأثره على صحة القلب تعليقاً يعني السهر يمكن أن يضر الإنسان المريض المصاب أما لا يسبب بحد ذاته تصلوا بالشرين حتى لاحظت أنه انكرروا ذكر التوتر النفسي والضغط النفسي وما إليه طبعاً هذا عامل يعني غير مساعد خاصة بوجود المرض أما أن التوتر يسبب المرض هذا أمر فيه إنه خاصة هناك كثير من الناس يتعاني من السهر والقلق والتوتر هل هذا الموضوع يؤثر على مرض القلب بشكل سلبي أو عادي الموضوع؟ ممكن بعض المهدئات كما ذكرت التوتر والسهر والقلق هذه تؤثر أو تؤذي المريض المصاب لأنها تتطلب جهداً زائداً على القلب والقلب فيه مشكلة أما القلب الطبيعي القلب الطبيعي يتحمل السهر والتوتر وما إليه ماذا عن شرب القهوة دكتور؟ هل لها فعلاً أثر سلبي كما ذكر أحد الأشخاص؟ القهوة سلاح ذو حدين هناك دراسات كثيرة تفيد أن شرب فنجان أو فنجانين من القهوة في اليوم بالحقيقة يقلل من احتمال حدوث مرض تصلب شرائين القلب ولكن الإكثار لا إفراط ولا تفريط يعني الإفراط في شرب القهوة طبعاً دار يرفع الضغط ويسرع النبض وخاصة عند المريض الذي لديه مشكلة في القلب ننصحه بتقليل شرب القهوة ولكن هناك دراسات أحصائحي أظهرات قليلاً حتى نأخذ أكبر قدر من الأسئلة بالنسبة للتدخين في حال إيقاف التدخين هل يمكن إصلاح ما فات؟ التدخين مهم جداً لأنه كل ضرر ليس فقط على شرائين القلب وإنما يسبب كثير من الأمراض بدءاً من الشفا والفم والمري والمعدة والمخانة وما إليه والبانكرياس يسبب أنواع كثيرة من السرطانات وفرئتين وما إليه وهو بالنسبة للقلب وهو موضوع حديثنا طبعاً التدخين ضار جداً بالقلب وهو ليس غذاء ولا شراب وليس فيه أي فائدة والتوقف عن التدخين نعم يفيد صحية الإنسان بشكل عام طبعاً وبشكل خاص للقلب والرئتين نعم أيضاً دكتور اسمح لي أخيراً بالنسبة لمرضى القلب هل أيضاً في مفهوم شائع أنه ما لازم يقوموا بأي جهد؟ كمان هنا حسب الحالة إذا الحالة شديدة طبعاً في حالة وجود أزمة قلبية أو مرض شديد في شرعين القلب أو ضعف شديد في شرعين القلب نعم لا يجب أن لا يقوموا بجهد زائد ولكن للوقاية وفي حالات الخفيفة والمتوسطة من إصابة شرعين القلب المشي وخاصة رياضة المشي نصف ساعة كل يوم هي مفيدة في تحسين أداء القلب وتخفيف حالة تصلب شرعين القلب وأعراضها شكراً لك جزيل شكراً دكتور عامر شيخوني استشارة جراحة القلب والصدر ومدير موقع صحتك للثقافة الصحية العامة وصلنا إلى آخر الأخبار العلمية والابتكارات الطبية نبدأها للذين يعانون من تساقط الشعر والصلع طريقة جديدة قد تكون الحل أعلن عنا علماء في مركز ريكين الياباني لإبحاث النظوم الحيوية بقيادة الباحث تاكاشي سوجي وحققوا تقدمهم في إيجاد علاج للصلع باستخدام الخلايا الجذعية لتجديد الشعر المفقود اختبر الباحثون العلاج بالخلايا الجذعية على خلايا الفراء والشعر عند الفئران في وسط مغذة من الكولاجين ورقبوا تجدد الشعر لعدد أسابيع وجد العلماء أن 81% من مصيلات الشعر المتولد في هذا الوسط المغذة أنتجت شعراً طبيعياً ومرت بثلاث دورات شعر على الأقل عدم وجود سبب محدد الإصابة بمتلازمة الكولون العصبي دفع فريق بحثي بلجيكي لمحاولة تقديم تفسير جديد لأسباب هذه المتلازمة وطريقة حدوثها وفق نتائج دراسة نشرتها دورية نيتشور مؤخراً اكتشف الباحثين وجود بعض أنواع البكتيريا بتأثر على جهاز المناعة فبدل ما يتعامل الجهاز مع الطعام على أنه غذاء بتعامل معه كأنه عدو الجسم وبالتالي بتخلق المناعة أسلحة تهاجم الطعام ما يؤدي إلى تهيوج الكولون وأكد البحثين على هذه الدراسة على أن الحالات النفسية والاكتئاب والعصبي أيضاً بتأدي لتهيوج الكولون العصبي الدكتور أليكسندر ديناداي المشارك في هذا البحث قال هاي النتائج بتأكد أن الألم المصاحب لهذه المتلازمة يحدث نتيجة رد فعل مناعي محدود وهو ما يعد فهماً جديداً لكيفية حدوث هذا المرض على أمل إيجاد علاج لهذا الموضوع اللي بيعاني منه ناس كتير بالعقد الأخير سطع نجم العالم الكندي أندرو بيلينغ وهو عالم في البيولوجيا التشاركية استطاع زراعة أذن بشرية في التفاح عن طريق أخذ خلايا التفاح ودمج بالحمض النووي للأذن طبعاً هذه الأذن لا تستطيع أن تسمع بس حملة نفس شكل الهيكل والخلايا البشرية بوقنا الحالي بيلينغ وفريق من أطباء وعلماء أعصاب استطاعوا تجديد الخلايا العصبية للنخاع الشوكي للثديات عن طريق زرع ناقل ذو قنوات دقيقة من نبات الهليون بين الأطراف المقطوعة للحبل الشوكي طبعاً هذا التطبيق العملي للفكرة طبق على فأر تجارب وبعد شهرين من إجراء الزراعة قدر هذا الفأر أنه يمشي ويرفع جسده ولو بمقدار بسيط أندرو وفريقه ممكن يخلقوا أمل جديد لأكثر من نصف مليون شخص بيعانوا من الشلال سنوياً وتكنولوجيا جديدة تعالج مشكلة انسداد الشرايين التاجية طور فريق من الباحثين من الأطباء أيضاً في مستشفيات رويل برومتون بلندن المتخصصة في علاج أمراض القلب هذه التكنولوجيا تعرف بالموجات الصادمة وهي مستوحات من IVL من نفس الطريقة التي يفتت بها حص الكلا وبالتالي استخدمت في تفتيت الكاليسيوم الصلب وحل مشكلة انسداد الشرايين دكتور جوناثان هيل استشار القلب واحد من القائمين على البحث قام بتدريب أطباء قلب على استخدام هذا الإجراء الطبي المتكر حول العالم لاستخدام الموجات الصادمة لعلاج المرضى لهنو بتخلص الحلقة الثانية من راشدتا تبقوا بخير وصحة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة